يفم سبور بلوس أي من زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا بالجميع حلقة الـ 4 الفتح من نوفمبر 2023 حلقة اليوم من سبور بلوس باش نرجع من خلالها على التراجي والويداد البيضاوي نهاية رحلة التراجي في الدوري الأفريقي في دور نصف النهائي عودة بالمقابلة اللي فات بفوز التراجي هدف مقابل صفر لكن الهزيمة بركلات الجزاء خمسة مقابل أربعة للفريق المغربي عودة بكل تفاصيل على المقابلة الإحصائيات الأمور الفنية شنو اللي يمشي شنو اللي يمشي شنو اللي يمشي شنو اللي يمشي شنو الإيجابيات وشنو السلبيات اللي نجمي استخلاصها التراجي من مشاركته ككل في الدوري الأفريقي نحكي وكذلك على مباراة الثاني اللي قادة تلعب حاليا وانطلقت موضو تقريبا سبعة دقائق نصف نهائي ثاني سانداونز الأهلي المصري بش نتعرف من سيكون منافس الويداد في نهائي الدوري الأفريقي كذلك اليوم يلتحق بنا نهارة الأربعة فتح المولدي يفتح حيث اليوم بعنوان طز في الكورة شي حبي يقول فتح المولدي ولي من موجه هاتي هي الطزة من فتح المولدي نكتشفها بعد شوية مرحب بيكون في سبور بلوس تحيلي كل فريق الأعديد أمير في الأخراج صوفيين في الفم تيفي وماما القربي في الديجيتال مهدي في العمل الصعفي وسعيد جدا بيوجود معنا كابتانو فتح المولدي أهلا سهلا مرحب يفتوح أهلا أيمن فمواحدة على البلاتوت وعشة برشة عنا برشة مخدمنيش من بعض يا بدي تقول شعلينا بقاطعين معنا كله من أيمن يودش يعمل مشاكل معناه والله ألا أول مرة سنة يدهر لي مع بعضنا يدولي أول مرة اي هاي ولا يعجبني أيمن عنده طلعات على قداف يقال له اليوم الفتح من نوفمبر وانتفجعت النس غالي شو همه الفتح من نوفمبر اليوم ماركلا عليك للأمانة وللتاريخ هاي العنوان أبعثتولك في القائلة هاي لديتو كتبتول بارح في الليل آآ بشتعرف معناه ما عنده حتى علاقة بالمقابلة انا والله لا نعرفش في وسطه لديتو والله لاعظيم لديتو والمحتوى متاعه نكتشفو كي الناس الكل معناه والله لا نعرفك على شو يتحكي بعد ما تفرجش في بعض السور اللي يجيونا من البرة اي هي ظاهرة تحكي على الوديد وتارجي ظاهرة آآ اكتبتوا دونك ما عنده حتى علاقة بلما عندش لسبرنس تربح ولا تقصر ترشح ولا ما عنده حتى علاقة قلت تصف الكرة ان شاء الله تون بعد تعرف التزاوي الماشي سضيفون الكورة متاع الخارج ولا كورة متاع الداخل ان شاء الله ما تجيشك تصطط في الحجل في توح اليوم ان شاء الله مرحبا بيك فتحي المودي رفقنا سامير سليمي هلا وسهلا مرحبا سامير مرحبا بيك زروق مرحبا بالاستاذ العزيز الغالي اللي توحشني اخويا برشا برشا مرحبا ببقية الشلة ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الناس الكل اه فهمت اني وتصف الكورة هذية راه هي كما جيت على كلمة شنوه الفاتح من سبتمبر ايه تصف امريكا هذية بتاعة بالمريوم ايوه بتاعة بالمريوم بالضبط تصف امريكا في الكورة ايه نعرفها شنوه نعرفها تصف امريكا نعرفهم الخطابات التالية القذافي شنوه بايشي طو مرحبا بيك اه افتوح مرحبا بيك سامير سليمي مرحبا بالله جميع اذا بعد شوية اه باش نتو اسعب القدي بالقدي على مباراة التراجي والويدات البيضاوي الهزيمة بلوتو والانسحاب برغم التفوق شنوه ليمشي شنوه ليمشيش خاصة مش ركزوا عليه لانو سامير عنده ما يعلق بالقدي بقدي على الشوط الاول احصائيات بيش يعلق عليهم سامير السليمي قبل هذا الكل اللي افتي تحية لهذا الاسبوع بعنوان طز في الكورة سامحوني اليوم منيش بنحكي عالكورة برك بنحكي عالكورة الارضية كيفاش نجم تحكي عالكورة يا سامير واحنا اليوم العرب وليناك في الكورة يلعبوا بنا شبهة الكورة كيفاش نجم تحكي عالكورة يا ايمن على سياسة تكوين الشبان من المدارس الى الامال وقت اللي اليوم قرابة عرب علاف تفل قتلوهم وفقدوا الامل في الحياة بل فقدوا الحياة كيفاش نجم تحكي على حالات الملاعب الكارثية في تونس وقت اللي الملاعب في غزة وليت مقابر جماعية كيفاش نجم تحكي على الرشوة والتحكيم وقت اللي نعيشه يوميا على غورة والخصم السهيوني في مكتوبه الحكم والحكم يشجع فيها على الغورة كيفاش نجم تحكي على مقابلة فيها حديش ضد حديش وقت اللي نعيشه في مجرى فيها هزو زملاين ضد العالم الكل كيفاش نجم تحكي على زفارة حكم وقت اللي فمع بيت تعيش تحت زفارات الأقنابل والسواريخ كيفاش نجم تحكي على الروح الرياضية وقت اللي العالم يتفرش فيه شعب يطلع في الروح والقصف عليه خليهم عنده وين يروح سامحوني سامحوني حبيت نحكي على الكورة لكن الظرف يخليني نحكي على الكورة الأرضية ونوجه ورقة حمراء لعداء الإنسانية لك العالم الحر يا سمير قال واسمه عالم حر وواطلع عالم الشر موسيقى 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 مجدنا وعهدنا وعجب من الوفاء هيهزنا هيهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يهناك في أولاك قهيرا عدا قهيرا عدا موطني موطني ونسأل كيف Hernandez كيف ونكمل حسه بعد يدي توف الصاميم تحياتنا لأشقائنا في فلسطين في قطاع غزة نقعدين تابعون نقعدين نحاولوا بلي نجم المساعدات انه كل يوم نقعد ونتفرجه في السباح 24 سور 24 في القنوات الاخبارية السنتيمون بتاع العجز يزيد يقهرك يزيد يقتلك يزيد عليك عرق بعد عرق انك كنت ناجي تعمل حد شيء اقصى حاجة ناجي تعمل تمشي الهلال الاحمر تتبرع بالدويات وتبرع بالدبش وتتبرع بالفلوس وتحس روح كوميم زيت مقصر خطري لك اقصى حاجة ناجي تعمل وشوف توصل شوف لي شوف ايما سمحوني الساعة ولكن انا اقول تفرج في تصاور سمير البارح وقاع وكالستة عطنان وستة قنابل وكالتصاور قلت انا غدوة شف نكتب شف نعكيح كورة شف كون مركز كون مركيح شف كون ترشح شف كون ترشح شف نية الدنيا لكل امان ولهذا بمعلا غالب ايما انتوا كان يقول لك عاجزين اي عاجز قلت عندي القلم عندي ميكرو نتكلم على الاقل حتى من باب الانانية يا سمير اي انا مفرهد على روحي اقول على الاقل لك الغذبك الداخلي لكل نخرجه وربطتها بتبيعه بالكورة بالوضع على الكورة ولكن الكورة ما هي الا معناه صورة ام نحكيه واليوم وراه في عالم يحتفل وراه في ناس وبلوندور واحتفالات وفي برشة بلدان عربية امان ايمن انا تراه في برشة احتفالات كبيرة وساعة ودية وساعة ودية وغير وتراه في شعب مساكن معناها تتفرج ما عندك شفكرة شنو الاحساس انت انسان عنده قرام قرام انسانية على الاقل قرام انسانية ناس معناه استثحك وناس تفدك وناس معناه لو كان جهت الدنيا دينا تقف الحياة ولو انو الحياة فكل في غزة قاعدة تستمر لكن عنا احنا على خطر احنا معرفناش ندافع على شعب مسكين مسلوب من كل شيء على الاقل ندافعوا بالكلمة الطيبة مش كما انداء وكما برشة سمحني قادة عربما على اسف يدافعوا بالضحكة يدافعوا بالاجتماعات ويدافعوا بالاحتفالات في بالك الجامعة العربية مقرب باش تعمل اجتماعها بعد عشر ايام اش تبقى فيها بعد عشر ايام باش تتلموا استناوا بربي يسمعون اعتيوكم عشر ايام كملوا محقوهم الكل خلوا فيها شيء توقين اجتمعوا بعد عشر ايام وننددوا في اللقم نقرأوا الفاتحة ونهبطوا بلاغة سمحوني اشوف انا نعتبروا انه ايمن وانتي تعرف احنا رانا في مهمة وانا يمنيشون عنا رسالة هناش نحكيو اخبار كورة تو نحكيو كورة ونحكيونا ولكن ايضا نوصلوا صوت ناس قصولهم لصوات متاحه هذي اقل حاجة نجمو نعملوها انترو تون زيدا معانتا تشوفش قاعد ساير انترو تون هو تلقى جمهور ويديد جمهور تارجي بركاج من تعكار هاو حرقوا دراشنوه هاو باش يحبوا يسرقوه هاو باش يردوا الفعل في تونس اندي ري معانتا في عالم فلسطين وانا حيو عالمة فلسطين باش ماتدخلش وحرب اهلية مغرب تونس تعرفش على شينا حيو في علمة فلسطين يا سمير تعرفش على شي مش على خاطر ميحبوش فلسطين خطر حاشمين على رواحهم اللي بعملو شاي الفلسطين ناديك من الاخر حاشمين عالم فلسطين يفجعوا عالم فلسطيني يخوفوا عالم فلسطيني يقروا من جميع من شاي أكثر حاجة يعملها خبيه ينحيه أمان جمهور هزا على أقل جمهور هزا على فلسطين ولكن نسمع لأنه الناس حاشم على رواحها ومن حبش نسمي وين وكيفاش وعليش لأنه الموضوع يوضح ورغم هذا معناها الجماهير الرياضية في العالم العربي لكل أستاذ كانت في المستوى وقدمت معناها لوحات جميلة من ربما مسندتها المطلقة على عكس حكامها ولا شعوب العربية لكل من المغرب للجزائر لتونس لليبيا للمصر كل البلدان العربية في الملاعب الرياضي شعوب العربية لكل أعربت على الموسندة التامة إلى الشعب الفلسطيني وهذا في حد ذاته تعتبر نقطة إيجابية ولكن كذلك ما بليد حيلة قل المصري شعوب العربية ما عنده إسلحة أو عنده حتى شيء بيش تنجم الإرادة السياسية والحكام هذو ما إن شاء الله ربي يهديهم لأكثر والقل وديما مناصرين القضية الفلسطينية وإن شاء الله ربي مع إخواننا تحية الجمهور الكرة اللي من جهته يدافع ويسند القضية من منظوره هو تحية للصحفيين واللي عندهم بالقلم ينجموا هما ينسندوا بمنظورهم هما تحية للإنفلوانسور اللي زادة من جهتهم هما ينجموا أكثر من هكاية راهو راو ما تطلبوش أكثر من هكاية مش بشي نحنا بشي نهزوا ونمشيوا نزموا ونحاربوا وكذي معتراه ما بليد حيلة ونخطموا بنفس الحاجة اللي بدينا بها اللي زادة يقر هو الإحساس بعدم قدرتك على أنك تعمل حد شي غير أنك تتفرج وتتبرع وترقد وتقوم سباح وتعاود نفس الحكاية شهر تواعنا نفس المعبوكة تدخل لانتين تبدأ تحشم على روحك أنك مش تحكي على ما تشكرة وعلى هذا أربح وهذا خسر والآخر فك الباش والآخر يحب ينتقم لـ 2019 معانتها تقول في معانتها اللعبة بين ليسي وليسي عرفت كيفية فاصلتهم أنا أعود بعد شوية نكمل في سبوغ بلوس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو سبوغ بلوس مع أيمن زروق على EFM أهلا وسهلا مرحبا بالجميع 7.4 على EFM أحلى راديو شفر دو جور مرحبا بالجميع سامير اخترت تعليق على الإحصائيات واخترت تعليق على شوط الأول للتراجي رياضي لتونسي اليوم نحكيه عن شوط الوفاء 0 مقابل 0 نسبة انتلاك الكرة 63 للتراجي 37 للويداد التصويبات لنحو المرمى 0 للتراجي وصفر زادة للويداد اللي خارج المرمى ولبلوكيه أربعة تير واحد بلوكيه وستة ضربة ركنية توتال باس 241 علش اخترت انك تحكي على حصائياتي ذوما لأرقام ذوما في شوط الأول لتراجي رياضي تونسي شنو اللي ما عجبك في شوط الأول لتراجي أولا ما فهم شي يعجب في شوط الأول لتراجي صحيح خطر سؤالي كييني أنا متفرشتش في المعات لا ما فهم حق شي يعجب في شوط الأولاني اللي كنا ننتظر من التراجي الرياضي تونسي بداية قوية خاصة في البوع سعالولا والتراجي الرياضي تونسي صراحة تنقدم شوط ضعيف بكل المقاييس سواء على مستوى التمركز سواء على مستوى الضغط سواء على مستوى خلق الفرص اللي كانت معدومة في شوط كامل نجيو نحكيوه على الشوط الأولاني ثم توم بعد بالتفاعل مع الأستاذ راهو فهم كورة مليح لو يفهم كورة برشا برشا غير ما يحبش زعمها هكا بالتواضع منه ولكن يتلف يتلف اي عنده ما يقول في الكورة التراجي بأربعة ثنين ثلاثة واحد بتشكيلة أساسية منتظرة تقريبا الناس كلين تنظروا فيها الويداد بأربعة واحد أربعة واحد كما لعب في نيجيريا بالضبط لأنه في المغرب يغير الطريقة متاعها ولكن في نيجيريا كيف كيف جيب الفيكتوار بأربعة واحد أربعة في المليون ثم موهج موحيد فقط الأسلوب بذي قلق برشا التراجي للتونسي في بعض الاحيان كان يضغط في مناطق معينة من الملعب المشكلة متاع الاسبرانسوين المشكلة قلناها البارح في الحصة بتاع البارح المشكل الخماسي أو السوداسي اللي العب الأربعة ما تشويت الكل نحكيه هنا على نحكيه هنا على سيفة نحكيه هنا على غشة ونحكيه على بوغرة هذو ما الخماسي هذي اللعب المباري تقول اشنو الحالة البدنية اللي كان مش يكون فيه الاجابة عنها يظهر لي اليوم والاجابة موجودة وعنها وواضح من خلال المردود ومواضح من خلال الحصائيات طوام بعد تزونوا تعمقوا أكثر مريح ذا أولى طوام بعد نتفعلوا أكثر الدورة متاعب الوهابي في المليون وحسيم وين العب الوهابي المفروض أنه الدفاع التراجي قدام الوهابي ثم الريليور هو سيف اتقاء اللي حدث في الشوطلولاني هو العكس أنه أربع مدافعين قدامهم سيف اتقاء والوهابي تقدم على مستوى الهجوم هناش اخسر سيف اتقاء على مستوى تنظيم اللعب والتمريرات في المساحات الفارغة على اليمين وعلى اللي سار ثم اخسر الوهابي اللي المفروض يلعب قدام الدفاع على الريكوبراسيون حسب رأيك عليش صارها كيف أنا أنا ما نصور شو نستبعد أنها تكون تعليمات طرق ثابت مستحيل مستحيل لأنه يلعبوا ضد الطبيعة متاحهم ضد القوة متاحهم إذا كان مدرب بشعة التعليمات بالسانس ذاية معناها يذروا في الفريق متاحهم ولكن أنا نشوف أنه تصرف فردي من الملاعبية فوق الملعب تصرف فردي تصرف فردي ما يرجحهم طرق ثابت يقول لهم لا وهابي توقع الغاد وتوقع تمشي الغاد في بعض وإلى باتتر يقول لك الويداد هي اللي أجبرت أنه يصير في بعض لحيان يرجع وهابي شوية ثم في لحظات تلقاه مشي القدام أكثر من هذا ساس في بعض لحيان تلقاه في نفس الخطة مع سيفة قاوين قدام الدفاع هذي المشكل الأول بالنسبة للترجلة التونسي أنا لعبت كورة وعندي نوعا ما من الخبرة اللي نجم آآ نستنتج بدنيا سيفة قامك آآ ما كانش حاضر بالكل والملاعبك ما يكونش حاضر يقول يبعد من الخطوط الأمامية ويرجع يخو لكورة السهلة لكورة السهلة هي أسأل حاج تاخذها مالديفونس تعطيها الملاعب اللي قد بحديك وانتي قاعد نصب وين القوة والخلق والابتكار في البلاسمون في عمق الدفاع وعمق المناطق متاع الويدان غادي ليفور وغادي ليفور وغادي تكون ديسيزيف تقا اليوم تقولش عليه ابعد ع المناطق هذيك اللي فيها الدهك وابعد وحب بنوعا ما من الخبرة احنا نقوله في الكورة يخرج ترحو عليش احنا خاطر معظم الناس تفهم كورة راو لكن معظم اللي رالم لاعب ويسمع المعلقة متاع الماد سيفة قاعدة سيفة قاعدة والله نجم اللي قاعدة سيفة قاعدة ولا كورة كانت في المحل المتاح نحكيها عن الشوت الاول اي تحكي عن الكورة البينية اك UNT الكورت البينية اكثر من هذا الشوت الولاني سيفة قاعدة خمسة كورات للمنافس وهي بأربعة كورات للمنافس مريح اللي ما قاش يصل وليسيون قدام ولا يحاول يوصل للي نداتاك ثلاثة كورات للمنافس اكثر من هذا نمشل أكثر من هكا. قلنا احنا قوة التراجي ذي تونسي كي تلعب الكورة ثم تعمل أكدكة لاش بيش كو يطلع. يطلع بن علي ويطلع من غاديكة شيء. بن حميدة يمطلع وجل. بن حميدة يحط بوغرة في الان كونتراه ويحط غشة في الان كونتراه. الثنائي اللي علي كل وارل منه وعال كل وارل منه كانوا غيبين تماماً. ما فماش ميريت للوقفة الصحيحة التكتيكية لليداد البيضاوي؟ بطبيعة الحال. فما ميريت. ولكن كذلك في المقابل لابد عليك انتي كمدرب وكفريق تعرف ان اليداد بيشلع بطريقة متحفظة وطريقة دفاعية انك تلقى الحلول. انا انا علش نفيق بفريق ما هو شي حاضر. اول حاجة ساعة في الواحد ضد واحد ما يتعداش. ثانية حاجة تكلمت عليها على مستوى التمريرات. اهم حاجة على المستوى الثنائية وكرة الثانية. هكا ولا اوستان. دونك الترجي الرياضي التونسي لعب التشكيلة المثالية ولكن طارق ثابت ربما اجهد بعض اللاعبين انا نقول ربما اجهد بعض اللاعبين بطريقة كبيرة في ثلاثة مباريات اثرت على الماتش هذي. وهذا كان مرتقب وكان منتظر وكانت التساؤلات كيفاش بش تصير الجسيون؟ كيفاش بش يتحملوا الملاعبية هكا الثلاثة ماتشوية فيهم ثلاثة فواياجات في كل اسباس القصير هذيك هذا الكل بربي ملاحظة باش نعطيه لكل ذي حق نحقه راهو فما فرق بين اللياقة البدنية وبين الفغيشيوغ فيزيك راهو ترجي الرياضي التونسي بدنيا نباس عليه لكن نقص الفغيشيوغ الفغيشيوغ لكن نجي في اربع مباريات تستاذم على فواياجات في عشرة ايام جسيون متاع مدرب وهنا تون بعد نحكيو على الدربالي اللي مخداش برشا وقت دربالي كان ينجي معاهم في المغرب وياخو وقت اكثر لهنا تلقى زرديم زيدا ملعبش زرديم ملعبش وقبلوه كذلك ملعبش اللي كان نجم اللي قاة في المغرب افضل اللي عاة في المغرب المرة هذي هذي كلها نقاط السفامت ونحكيو عليهم بعد فتوح تحب نعديه وطارق ثابت ولا تحب تعلق على الموتش بشكل عام ليه ملاحظة بشكل عام الساعة نجمش تكلم بعد ما حلل سمير تبار كلمانيها حلل الشوطة اول انا اقول الشوطلول هو تكملة للمقابلة الذهب لانه مقابلة الذهب زر شواط والشوطلول نفس النفس النسق ترجي ما يوجعش ضيعنا تسعين دقيقة في المغرب عملنا حتى شي تسعين دقيقة لحقيقة بالامانة ما حقلتش الترجي ما يوجعش وما يفجعش ما فهم شاي وكملنا شوط اول وشوط اول انا قلت ماشزة بش الترجي لو ما يقعش ثورة في الحجرة الملابس في الميطام انا بين الشوطين مش بشي سجل يلعب هكا مش بيق جايب امركيش والنسق بطيء جدا بطيء اراهو اللي انا شديد الكوماند امتقى وبتي تنظر فيها قلت بلك تشت التلفزة بالرالنتيه تمشي ايه صحيح قلت بلك تشت التلفزة تمشي وقف التلفزتي تهلكت يانو يقف ايه ريت ميل ايه ما ياخذو الكورة يقعت فيها عقله ما يتحركوش ما فهماش وانو هذا ربما اللي يحكي عليه سامير سلاف ريشير فيزيك ويه وصلت الحد اتساءل فهم ملاحبية تقولش عليه خبي في روحه وده بيه الكورة مجيش واضح معنى هاوا اقله هنا كورة مجيش اتسان الشوت الاول الحقيقة كارثي واللي زيدي قلقني اكثر ولهنى انت احتيت سؤال تول سامير خدت وبالك شي الويدات قلق الترجي انا الحقيقة للامانة ايضا مش هدا الويدات اللي رأوا فيه وقفة جفاعية الويدات بتاتر وقفة ولكن الفريق مفهماش ايه سامحني تسعين دقيقة سميلي فرصة واحدة جيت للويدات تسعين دقيقة رأوا مفهمة حتى كورة جيت مش هدا الويدات اللي نتفرجو فيه حتى في ماتش ذهب ما كانش فريق مرعب معناها الصورة متاع الويدات اللي جيتك اليوم يا الترجي هو ويدات ما هوش ويدات العادة ويدات تاعب معناها عندك الامكانية دون كناش نقول وننهي مع الشوت الاول معناها تأكيدا الكلام سامير نقول ثلاثة اشواط معناها ستة تسعين وخمسة مياه وخمسة وثلاثين نشوف الريح مياه وخمسة وثلاثين دقيقة نشوف الريح ونزيدهم الخمسةاش متاع بداية الشوت الثاني اللي يترجي راه وما بدات المقابلة كان كيسجل هدف كان كيسجل هدف ايه كان كيسجل هدف اذا الترجي وقتل يضيع مياه وخمسين دقيقة على مياه وثمانين ضد فريق ما هوش في احضر حالاته معناها ما ترجمش كيسجل الفينال ما نقول انا الترجي راهو موش ما ترشحش موش على خاطر ضربات الجزائي ما ترشحش خاطر في المقابلة ماجيش سمش لانه ضربات الجزائي طون بعد نحكيه ضربات الجزائي فيها ما يتحكيها لانه ضربات الجزائي بعد حكيها اخرى اما الترجي يضيع الترجح انتهاو ضد نسخة من الويدات متوسطة جدا قطل لي ضيع مية وخمسين دقيقة على مية وثمانين بارشا بارشا بوراندومي فيناله بارشا بكداولدي ما تجمش تمشي الفينال وانتي العابت كنرباصي يا عماني مش فاصل مش نحكيه على طارق ثابت تصريحه بعد المقابلة في الندوة الصحفية كان حضر فيها زميل يسامة بن حسين ابرز مقالي وطارق ثابت ثم نرجع للتعليق ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 بعد الهدف التراجي كان قادر ان يحسم الماتش قبل ما نوصله الى ضربات الجزاء اولا ساعة التغييرات اللي حكينا عليها من المفروض اوكي اوكبيلو ادخل في بقعة الوهابي تودو سويت يجب يدخل الدرباري في بقعة حسام والتراجي يتحول الى اربعة اربعة ثين سوية ما يقعدش على الكلوار يولي اون بوانت مع رودريغو ويلعب التراجي بطريقة الاربعة ثين ربما الطريقة ذي كان تعطي ثمارها وكان التراجي يحسم الماتش حبيت تحكي قبل ما تبدأ للميسيون بيدا على كتان كتان تعالوديد تعالش محكيتش عليهم زلت عانا عشرين ثاني عاود نفس الطريقة اللي عباها في نيجيريا اربعة مدفعين وقدمهم جبران او اللي هو قيد الفريق وقلنا البارح جبران يجب نحرموه من عملية بناء الهجمة يجب ساسي قلنا سيختوه ساسي اللي قدمهم مشكون اربعة ملابية اوستاذ لكن الاهم من هذا انه بوسفيان على اليسار والاحتيمي على اليمين اللي بعد بدلهم بالهوني وبالليعب اوناج اوناج نقطة قوة الودياد كانت فاك الخماسي هذاك اللي حرم التراجي من الاستحواذ على الكرة ولعب بطريقة مميزة وكما لعب الاسبرانس في كازابلانكا لعبهما لكن اكثر من هذا لعبوا مرتاحين اكثر وقت اللي مدرب من تغييرات قام بالتغييرات من تغييره كل وراء متاعه الزوز في بينه بشعة نفس هجومي اوناجم والهوني خسر على مستوى التوازن متاعه وهنا سيطر تراجي هنا اللي حكيت عليه طرق ثابت كان يمكن يستغل الفرصة هذيك ويسيطر عن نص الملعب وهنا كان ينجم ربما ربما كان ينجم يقتل الماتش الحكم الكيني الغى هدف بداعي لتسلل بعض العودة للفار اكثر تفاصيل حول مردود الحكم كيفاش كان اليوم عنا وحيد صالح مساء الخير اهلا سألك السلام عليكم مساء الخير اه ايمن ومساء الخير لضيوفك الكرام كابتن فتح المولدي وكابتن سامير مرحبا بيك وبركة الله كل المسامعين وشاهدي اي افم وقبل ما نبدأ ان شاء الله هنكرر التعزي المواساة لصديقنا المحترم فتح المولدي في وفاة والدات عايش شبكرا مرحبا بيك عافو ان شاء الله مرحبا بيك كابتن ماذا الحكم الكيني كيفاش كان المردود نتاعه اليوم لدي اعتقادها لكل شهر الحكم اه كان في مستوى بصراحة جيد جدا حقيقة اه ليساعد الحكم اليوم في نجاح المباراة ايمن اللاعبين كانوا كلهم مركزين على المباراة يعني المباراة مرتقتش للخشونة الكبيرة فهذا ساعد الحكم كتير يعني في اذا المباراة اللقطة طبعا الوحيدة اللي هي طبعا الهدف الترجي بعد رجوع لتقنة البار كان اللاعب الترجي متقدم سنتيمترات يعني قليلة على الثاني اخي مدافع والالغاية كان الهدف طبعا يعتبر الهدف مير صحيح بداية اللاعبة كانت تسلل واضح بعد رجوع لتقنة البار لان المساعد طبعا كانت اللقطة يعني نوعا ما صعبة شوية لانه سنتيمترات يعني في التقدم المهاجم الترجي في المجمل الحكم كان ايجابي ونجح في ادارة هذه المباراة والنقطة الايجابية لو لاحظنا مباراة الدهاب الياب او في هذه المباراة هناك جيل جديد من التحكيم في افريقيا توا من كينيا وبعض الدول يعني الشعب افضل نسبيا وجهة نظرين الشخصير من الجيل الذي قبله ممكن تقنة ولو انه كبير شوية في العمر حكمتها اليوم 41 سنة نعم ولو انه كبير شوية في العمر حكمتها اليوم 41 سنة ممكن ما كانش ياخذ في فرصة مثل فرصة اللجيل اللي قبلها يا عيمن صح والانك شوك ان حاكم اخذي فرصة انا ما تكلم مع ربعين مازال قدامها اربع مواسم اخرين وبإمكان حتى يمدد لو اللي ياخذة البدنية تسمح الفيفا يسمح بذلك لكن اليوم شاهدنا حاكم في مستوى الاناعة كان في مستوى راقي يعني بصراحة وتعامل مع اللاعبين ايضا نقم هم هنا نعود التزام اللاعبين واهتمامهم بذكورة وليس بالحكم هذا خلل حكم يوفق في ادارة هذه المباراة ما فاماش تناب في تضييع الوقت بالنسبة لعبية الويداد هنا ثم التساؤل حاول انه كان ينجم يعطي بعض الورقات الصفراء او حتى في احتزامهم بعض في الوقت البديل هو هي هذه النقطة الوحيدة حساب الوقت بالضايح نحن ما نش عارف وجعل نقerstه هادي نبارتك في العالم الفيضة يعني خطيت عليه مايراد في ناحتسبة الوقت ان شاء الله تعطي حتى عشر اعتناش اتناش membنتي Tiere Cotton Day في الوقت مبالغ فيك المزالت الحكم في افريقا بالذات مزالة الجزية هدي تنقص في اضافة الوقت الصحيح البدل الضي苦 هادي نقطة يطيباً السلدية في المباراة م looked like كما غير شخصيص مبارا وكان كوريكت يعني بقوله كان صراح تمس ومنتظر شكرا يعطيك الصحة لكابتن وحيد صالح خبيرنا التحكيمي شكرا على هذه التفاصيل المعطيات فتح المولد يعطيك الصحة سامير السليمي شكرا لك شكرا لكم لكل كنتم في المتابعة وفي السماع ملتقان غدوة إن شاء الله كل عادة في حلقة جديدة وفي نفس التوقيت تسبب على خير اشتركوا في القناة